أخي هاي الظاهرة الظاهرة الجرامية مش من اليوم بحق رؤساء هني بيعرفوش انه رئيس المجلس او رئيس البلدية لما بيعتدوا عليه هني معتدين على البلد كلها هذا بيمثل بلد منتخب من قبل جمهور بلد كانش في عمر او قرية جوليس ذلك الاعتداء على الرئيس واعتداء على بلد كاملي انا بأسف انه نوصل لوضع عن الشكل هاي الاوضاع ما كانش موجودة عنا يعني بصراحة بدأولك يا اعمال اجرامية بشعة انا بطالب الحكومي بطالب الدولي والدوليتنا قوية بيقدروا يوقفوا هاي الاعمال الاجرامية اللي عم بتصير في الوسطة العربي وغير الوسطة العربي قبل طبعا قبل فترة لا مرة واحدة اطلقوا النار وانا بعرف اقولك انا بعرف والحمد لله اللي ما بينش الشخص لانه كنا بدنا نفوت في متهات انا بقول الحمد لله يعني بصراحة بقولك اللي ما بين الشخص هاي الاشياء بدأتودي لمتهات اللي احنا في غناء عنها يعني تخيل لو بين هذا الشخص انا كرئيس بلدية مش راح اسكت العيلي تبعته هي اللي بدأت تواجه المشاكل انا من هون بقولك انا بناشد هاي الاشخاص اللي بستعملوا هاي الطريقة الاجرامية يكفوا عنها لانها اخر الموال بتضرف في اهليهم انا ولا مرة كل الوقت رفضت انه يكون حرس الى جنبي عرضوا وانا رفضت ومضيت انا اذا بدي اصل وضع انه يكون حارس جنبي بترك البلدية انا بحكيك اياه بصراحة انا اليوم بتخدم الناس انا بتمشى بالشوارع بتروع كل المحلات بدون حرس لانه انا بخدم بامان وبيخلاص انا بتقبل الناس ساعة واحدة في الليل بتصير مشكلة معينة بتصلوا معاي على اي اساس اكون حرس عندي انا ما عملت ما اضرت الا اذا فيه هدف شخصي للشخص هذا اللي طاخ مش اكتر من هيك انا شاعر بالامان اولا مرة يعني شعرت في غير الامان وسألني البوليس سعلوني مرات كتير يا ابو مصدح عرسان انت يعني اه ناس اللي هن بالفعل بدين يعتدوا عليك قلتلي ان انا ولا مرة بشعر انا انسان ما عملتش اي عمل عاطل خدمت الناس الا اذا فيه شخص له مصلحة شخصية مش اكتر من هيك اطلاق نار على احد الزملاء رئيس مجلس جوليس المزبوط اعمال العنف يوميا تزداد العنف بشكل عام يوميا تزداد وشارعنا اش مئزاز كل يوم نسمع عن قتل وعن اطلاق نار في كل بلدة فيش بلدة عمالي تسلم من هذا الوضع فانا اشجب العنف بشميع انواعه بشكل عام واشجب العنف ضد رؤساء المجالس المحلية الممثلين الجمهور رؤساء بلديات ومجالس اه بس انا بتوجه لجميع زملائي رؤساء المجالس المحلية وانتح بيه الجمهور بانه ولا واحد يخضع لطلبات هاي الناس الحسالة اللي ما عندهنش اني انذل من ما انه يساوى رئيس مجلس او يتعرض لرئيس مجلس عشان هيك بيجوا باطلاق نار من بعيد او بالليل اه وبخوموا بالعمل اه وبنهزموا اه فانا اه كان عندي اه نحرقت عندي سيارة كانت لقمار كان في حالات لي بس انا اه ما ما وقفتش وصمدت وتحديت اي واحد اه بده اشي مني بقدر اه يتوجه بسلوك حسن وباخلاق حميدة اه بينالي اللي بده اياه ولكن كل واحد حاول يهدد ويطلب بالتهديد اه كنت اعند منه ما قبلتش انطي ما قبلتش اتنازل وعشان هيك بطلبك جميع الرساء ما حداش يخضع لهاي الزعران لانه بالفعل زعران وابستاهلوش انه رئيس مجلس اه يخاف منهن او ما يقومش بعمله اليوم بسبب التهديدات تاعتها حقيقة انا استنكر ما حصل لاخي وزميلي رئيس مجلس جوليس وكل الاخوة الذين اتعرضوا سابقا ومازالوا يتعرضون للاسوء انواع العنف باعتقادي سواء كان ذلك كلاميا ام من خلال الاسلحة التي يعني تلقى هنا وهناك على بيوتهم او على اماكن او مؤسسات التي تقدم الجمهور العربي باعتقادي ان هذا الامر يعني مستنكر لابعد الحدود وعليه على الشرطة ان تأخذ دورها كاملا حتى توقف مثل هذه الحملة وهذا التحريض الذي يتم وبشكل مبرمج على رؤساء المجالس المحلية حتى تقضى رؤساء المجالس المحلية لكل املاءات تلك الفئة التي قد تؤثر على ما يسمى بالشفافية وما يسمى بالمهنية وما يسمى بجعل المؤسسات التي تخدم الجمهور مؤسسات نظيفة الى ابعد الحدود فانا يعني بالتالي انظر الى الامر بشكل جدا صعب وصعب للغاية خاصة وانا يعني لا لا ارى بان هناك حصانة امام تلك الفئة بان تتعرض لاي رئيس مجلس او بلدية في الوسط العربي في ظل التداعيات التي نراها يوم يوم خاصة وان الشرطة لا تقوم بدورها بهذا بهذا الجانب ودائما تدعي بان هناك يعني عدم تعاون من جانب الجمهور ومن جانب المؤسسات لكن برأي ان الشرطة يجب ان تقوم بدورها وهي المسؤولة اولا واخرا عن كل ما يؤدي الى مثل هذه التداعيات وكما هو الحال في الوسط اليهودي العمل الذي تقوم به من اجل ان يكون هناك مؤسسات نظيفة يجب على الشرطة وهي القاعدة التنفيذية من اجل ان يكون القانون سار المفعول على كل مؤسسات الدولة عليها ان تقوم بدورها كذلك في الوسط العربي وبالذات في المؤسسات التي تخدم المجتمع العربي حتى نستطيع ان نقوم بدورنا كاملا غير منقوص طبعا هذا الوضع موجود في السلطات المحلية العربية وكذلك في السلطات اليهودية محاولات مجموعات الاجرام الوصول الى السلطة المحلية كونها السلطة المحلية تشكل ايضا مصدر عمليا للمشاريع المختلفة وبالتالي هناك محاولات بتكون ضغط لابد في سلطات محلية معينة من اجل حصول على مشاريع والفوز بمشاريع معينة من اجل ادارتها من قبل قبل مجموعات اما ان تكون مجموعات اجرامية واما مدعومة من مجموعات اجرامية وبالتالي هذا الامر موجود نعرف طبعا انه موجود في بلدات معينة للأسف يعني لم نصادف حتى اليوم ببلدية طمرة محاولة تدخل مباشرة الا انه لابد هناك كان محاولات للدخول احيانا من شباك احيانا من مداخل اخرى ولكن في بلدية طمرة هناك يعني اجماع اجماع في الادارة انه ممنوع نخضع لأي ضغط لانه باللحظة اللي بنخضع للضغط الاول ومنعطي الاصبع احنا بنخسر كل شي وبالتالي هناك اجماع في ادارة بلدية طمرة انه احنا ممنوع نخضع لأي ضغط ممكن لانه ممنوع نكون من تحت باي لأي مجموعة من هاي المجموعة طبعا انا بقول يعني انه هناك معلومات متوفري لدى شرطة اسرائيل لدى المجموعات الامنية في اسرائيل اللي المفروض انها تقوم بمتابعة هاي القضايا وكشف عمليا عمليات الاجرام اللي بتقوم فيها هاي المجموعات الا انه هناك تخاذل بشكل او باخر حتى لو يعلن من حين لاخر عن خطط وخطة لمكافحة العنف والجريمي وخطط هذه الخطط يعني مهمة ولكن بالنتيجة ليس هناك نتيجة يعني ليس هناك نتيجة عملية تحد بشكل واضح من استفحال الجريمي وبالتالي هذه المجموعات ايضا هي بتحدي امام الشرطة